في ظل استمرار الجدل حول المنح الدراسية والابتعاث الخارجي للطلاب ومشاكل أوائل الجمهورية يرد وزير التعليم العالي في حديث مع قناة السعيدة لوضح الإشكاليات المتعلقة بالتعليم والابتعاث لطالما تحدث كثيرون مؤخرا عن مشاكل كثيرة تتعلق بواقع التعليم العالي ولطالما لاحظنا وشهدنا اعتصامات لطلاب يمنيين في الداخل وفي الخارج للطلاب المتعثين وإلى جانبها الكثير من الشكاوة والهموم قناة السعيدة التقت وزير التعليم العالي في مدينة عدن وطرحت عليه جملة من القضايا المتعلقة بالتعليم العالي وبدوره تحدث وبشفافية مطلقة عن كل تلك القضايا وعن الجهود التي تتم فعلى مستوى المنح والتي قيل أنها لم تمنح للطلاب الأوائل يقول الوزير بأن الوزارة تعطي الأوائل أولوية واهتمام لا يقارن بالحقيقة لا يوجد على الأطلاق هناك تفاضل بين الأوائل وهذا الكثير من اللقطة الذي يدور بين أوصات كثير سواء كانوا الطلاب أو حتى الأباء أو حتى المواطنين العالين أنه فيه هناك معايير أخرى يتم اعتمادها في وزارة تعليم العالم فيما يتعلق بالمنح نحن عندما نقول الأوائل بمعنى آخر الأوائل الذي تم إعلان أساميهم في كل الصحف وفي كل المواقع الإعلامية هنا لا يمكن أن تجري أو لا يمكن أن يتم هناك مفاضلة بين الأول والثاني والثالث والرابع والخمس لقد تم إعلان أن الأوائل انتهى الموضوع نفس الطريقة سواء كان أوائل على المستوى القموري أو سواء كان أوائل على المستوى المحافظات فأن يكون هناك أحد أبناء المسؤولية مثلاً أو أحد أبناء غير المسؤولين موجود هذه مسألة طبيعية أنت لا تستطيع على الأطلاق أن تصادر حق أحد لكن هذا العسم موجود ونشر أصلاً على مستوى وسائل الإعلام كلها ولهذا الحديث الذي يجري أنه فيه هناك يعني لا تعطى المنح للأوائل بالعكس نحن نعطي المنح للأوائل هناك موضوع لا بد أصلاً من التنبيله وهو موضوع منح التبادل الثقافي هذه العلاقات الثقافية والثنائية والتربية التي تتم بين اليمن مثل وزارة التعليم العالي وبين وزارات التعليم العالي في الدول الأخرى سواء كان العربي الشقيقة أو الصديقة هناك منح تعطى لوزارة التعليم العالي تختلف عدد المنح من بلد إلى بلد آخر هذه المنح هي مجانية أي بدون رسول دراسية ليش؟ لأنه في هناك قرار يعني رأسي في هناك قرار من جلس الوزراء وتوجيه رأسي بالمقابل آخر أنه الابتعاث يعني خلال عامين قادمين يتم فقط الاستفادة من منح التبادل الثقافي أما الابتعاث يتوقف لمدة عامين يذهب الرجل نحو الحديث وبشكل منطقي فيما يتعلق ببقية المنح الدراسية وكيف يجب أن تكون بشكل فعال ومثمر وبشكل يعود بالنفع على الطالب المبتعث وعلى بلده اليمن حيث يرى الوزير بأن المنح يجب أن تكون في التخصصات النادرة وليس في التخصصات المتوفرة في البلاد أنا عدت دراسة متعلقة بإشكالية الابتعاث في اليمن فيه سؤال أساسي من هو الطالب الذي ينبغي أن يبتعث للخارج هذا سؤال مهم أولاً قبل كل شيء عندنا الآن حوالي 12 جامعة يمنية حكومية وأكثر من 35 جامعة أهلية أوروحكومية هناك عدد كبير جداً من طلابنا موجودين في الجامعات اليمنية هناك مجموعة من التخصصات العلمية الدقيقة وموجودة في الجامعات الحكومية طلابنا الذين درسوا الآن في كليات الجامعة الحكومية يدرسون كثير من التخصصات التي أحياناً طالب المبتعث في الخارج الذي يرغب أن يدرس في الخارج موجود تخصص داخل هذه الجامعة أو داخل هذه الكلية ولهذا السؤال الأساسي ينبغي نحن فعلاً أن نميز الآن من الذي ينبغي أن ابتعاثه إلى الخارج أنا في تقديري نحن نرسل أو نبعث الطلاب إلى الخارج للتخصصات النحترة التخصصات العلمية النادرة التي لا يتوجد داخل يعني لا يتوجد في الكليات الجامعات الحكومية الابتعاث هو بدرجة رئيسية مهمته تخفيف العباء على الكليات الجامعات اليمنية عموما هناك مثلاً إقبال كبير جداً من طلابنا الموجودين في الداخلنا على الطب أحياناً يكون عدد الذين يتقدموا وكما عرفنا عندما كنت في رئيسة جامعة عدن الطلاب الذين يتقدموا لكل الطب البشر في جامعة عدن يكون حوالي من ثلاثة ألف طالب المطلوب مثلاً مئة أو مئة وعشرين طالب وبالتالي هنا يأتي الابتعاث ليشكل عامل مساعد يخفف الآن من مشكلة التحاق الطلاب بالتخصص الطب وغيرها من التخصصات الأخرى التي يكون هناك بال كبير جداً من طلابنا عليها الطلاب المتعثون والذين يمر عليهم سنوات في الخارج لاحظناهم قبل فترة وهم يعتصمون أمام السفارات والملحقية الثقافية احتجاجاً على عدم صرف مستحقاتهم ولكن هذا الوزير يقول بأن جهوداً كبيرة قام بها أثناء وصوله إلى الوزارة بهذا الشأن ورجح في إيصال المستحقات إلى الطلاب رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن أريد أن أوضح حقيقة لجميع طلابنا سواء كان في الداخل أو في الخارج وأوقه الكلام بالمقابل الآخر للأعباء والأمهات الذين طبعاً يتابعونا على قناة السعيدة مشكورة أنها طرحت هذا الموضوع في المقابلة معي أنا عندما استلمت الوزارة هذه كان هناك كثير من الاعتصامات الموجودة في كثير من بلدان وهو دول البتعاف طبعاً هذه أول مشكلة واقعتها يعني وأنا عاداً للم أستلم على إطلاق مقالية على قلوب الوزارة فوقلت نفسي أمام خيار واحد أولاً مقابل كل شيء لا بد أصلاً من إقراء أحصاب على الطلاب المبتعدين في الخارج أنت تعرفوا طبعاً يعني نحن هذه الوزارة الآن تم إنشاها من الصفر قدمنا تقرير متكامل جداً عن طلابنا الذين ينبغي أن يستلموا مستحقاتهم المالية أول مرة بعض المنزلين من الربع الثالث 2016 ومستحقاتهم من الربع الرابع 2016 قدمنا هذه الكشفات قدمت لمجل الزراء مجل الزراء وافق على هذه الكشفات التي قدمتها وزارة العالم فيما يتعلق بالمنزلين من الربع الثالث وكذلك المستحقين للربع الرابع والحمد لله تم أرسال كل مستحقات طلابنا سواء كان الذي تم تنزيلهم قصراً أو مستحقاتهم من الربع الرابع ووزعت على كل دول إبتعاث بعدها في ينار بدأنا نستعد الآن لمستحقات الطلاب المبتعاتين في الخارج الربع الأول وتم صرف مستحقات الربع الأول ثم يعني في الربع الثاني تم إعداد كشفات طلابنا المبتعاتين بما يتعلق مستحقاتهم وأرسلت لهم الربع الثاني والآن تم أرسال مستحقاتهم من الربع الثالث استطيع أقول فعلا استطعنا الآن في وزارة التعليم العالي الآن تكون عندنا قاعدة بيانات لجميع طلابنا المبتعاتين في أكثر من 38 دولة هذا العمل ليس عادي على الطلاب هناك جهور كبيرة جدا بدلت من قبل القيادة السياسية تم توفير مبالغ ضخمة جدا متعلقة الآن بالرسوم الدراسية ونحن بالمقابل الآخر نعيش حالة حرب ظروف الاقتصادية والمانية التي تعيشها الحكومة طبعا صعبة جدا لكنهم لم يتنازلوا عن حقوق الطلاب المبتعاتين في الخارج بالعكس رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الزراء قال هؤلاء أبنائنا ومسؤولين عليهم وسوف نصرف لهم مستحقاتهم المالية سواء كان مساعدة مالية أو رسوم دراسية الحمد لله تم صرف المساعدات المالية خلال الربع الثالث يعني الربع الرابع من 2016 والربع الأول والربع الثاني والربع الثالث من عام 2017 وتم بالمقابل الآخر تسديد الرسوم الدراسي لكثير من طلابنا في الخارج ويتابع الوزير حديثه عن قضية المبتعاتين بشكل مفصل وعن المشاكل والأعباء التي تواجههم خصوصا المالية وبالأرقام يطرح الرجل الأعباء وبالمقابل يطرح الجهود التي تبذل هناك مشكلات تعالية وزارة تعلمية على الفيلم يتعلق بقضايا تسديد الرسوم أيها نحن الآن نعيد كشفاتنا في الربع الرابع من 2017 وإن شاء الله نستكمل هذا الشيء وتم أرسالها لطلابنا في الخارج وهناك مجموعة من المخصصات قدرت بأكثر من 45 مليون دولار موجودة كان ينبغي فعلا أن ترسل لطلابنا في الخارج لتسديد الرسوم الدراسية وكذلك صرف المستحقات المالية للطلاب المبتعثين الذين يتحصلوا على هذا المساعدة المالية وكذلك بعض رسوم سواء كان في البحث أو في قيمة الكتب للأسف وليس الأسف جريما موازنة الابتعاث كانت موجودة في البنك المركزي اللي كان أصلا في الصنع في تلك الفترة وهناك مخصصات قد هاء لسنة كاملة جدا عندما يأتي أي ربع يتم بعث الآن هذا المخصصات للطلابنا لم ترسل مستحقات طلابنا للخارج فنحن تحملنا المسؤولية وبدأنا كما قلت لك في أعداد الكشفات وفي هناك قراء تنزيل عدد كبير جدا من طلابنا في الخارج هيكة للوزارة التعليم العالية والبحث العلمي نحن معنا أربع قطاعات في وزارة التعليم العالية واحد من القطاعات وهو قطاع البعتات والمنح الدراسية والعلاقات الثقافية طبعا هذا القطاع مهم لأنه مهمة الرئيسية كيف يمكن أن يوظف أمكانات الدولة في التهييل لأعداد كوادر وطنية سواء كان في الداخل أو في الخارج لأنه عندنا المنح ليست فقط منح خارجي ولكن حتى عندنا منح داخلية موجودة علاقتنا مع كثير من الدول في متعلق بالمنح الخارجي تتيحنا الفرصة اختيار كثير من التخصصات العلمية التي نحن بحاجة لتطوير طلابنا فيها وتأهيله مستقبلا ليتعاطوا فعلا التطورات العلمية التقنية الموجودة في تلك البلدان ويتم استخدامها بعد التخرج في بلدنا أنا أعتقد هذه وظيفة أساسية من مضايف الابتعاط الخارجي أنه الطالب هذا يتعرف على معطيات جديدة في تطور العلم التخصص الذي يدرسه وبالمقابل آخر يتعرف على لغة جديدة يكتسبة أثناء دراسته خاصة في الدول الغير الناطقة والعربية وثالثا يتعرف على المستوى الحضاري الذي يوصله بهذا البلد أو تلك فأنا أعتقد الابتعاط عنده كثير من المزائر كثيرة جدا سواء كان تأهيل الكادر الوطني ما يتعلق تلبة من تطلبات الخطة التنمية الاقتصادية أو سواء كان مثلا اكتساب لغة جديدة أو اكتساب عادات وتقاليد وثقافة وكثير من الأشياء التي تعلمها الطالب عندما يدرس في دولة من الدول التي يبتعت فيها هناك صورة مغلوطة عن كثير من المشاهدين أو حتى طلابنا أو حتى مثلا أبعنا أو مواطنين أن وزارة التعليم العالية هي وزارة الابتعاث لا وزارة التعليم العالية كما قلت في البداية عندها قطاع واحد يهتم بقضية الابتعاث لكن عندنا كثير من القضايا المتعلقة بتطوير المناحق الدراسي في كليات الجامعية عندنا كثير من القضايا المتعلقة بتشجيع وتطوير البحث العلمي عندنا كثير من القضايا المتعلقة الآن بتحفيز الطلاب للتعرف على معطيات آخر العلوم والمعرفة التي تجري في هذا العالم هذا العالم الآن يعيش ثورة التصالية ضخمة جدا وانفقار معرفي هائل ينبغي على الطلاب الفعل أن يتزودوا أصلا بالمعرف العلمية الجديدة في هذا المعطة الجديدة وفي هذا المشهد العلمي الكبير الذي رح نعيشه في هذا العالم ومن هنا ليست وزارة التعليم هي وزارة البعثات فقط هي وزارة التعليم العالي وكذلك البحث العلمي هناك كثير مشاريع وكثير مفتراحات التي تطرح مقبل جامعاتنا متعلقة الآن بتطوير المناحج حتى تستطيع هذه المناحج أن تواقب هذا التطور كبير لذي شهد العلم طالب في اليمن ينبغي أن يعرف ما الذي يقري في هذا العالم كيف يمكن أن نحقق ذلك عبر تزويد الآن الطلاب بمجموعة من المعارف العلمية وفق المقررات الدراسية والوقتات الدراسية التي تقرها الجامعات اليمني تظل مشاكل وهموم وزارة التعليم العالي في اليمن كبيرة وبالمقابل تظل الجهود التي تبذل قبيرة أيضا ولهذا يكون وزير التعليم العالي أوصل رسالته للجميع وأوضح كثيرا من القضايا مشيرا إلى أن من يعتقد بأن الوزارة غير مهتمة فهو غير صعب فالجهود التي تبذل بحسبه لا تقارن رغم الظروف والصعوبات التي تمر بها البلاد